نناقش هذه تطورات مع ضيفنا ينظم إلينا من باريس عبر خدمة سكايب السيد حمدي جوارة الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأفريقي مرحبا بك معنا سيد جوارة ما الذي يحدث اليوم في مالي يعني تمرد عسكري يقود إلى انقلاب تزامن هذا مع احتجاجات تعيشها مالي منذ أشهر تطالب بتنحية الرئيس كيتا هل لهذا الأمر علاقة بهذه الاحتجاجات أم هو مجرد تمرد عسكري نتيجة احتجاجات مطلبية للجنود للعسكريين كما تقول بعض التقارير هناك ألا كلها أشكركم على الاستضافة حقيقة بالنسبة لتغير الأحداث أو النظام في مالي فجاء الجميع حقيقة فصحيح كما ذكرتم أنه كانت هناك احتجاجات شعبية منذ ثلاثة أشهر تقريبا وكانت المطالبة الرئيسية في هذه الاحتجاجات هي تنحي الرئيس بطريقة سلمية وديمقراطية وتزامن مع ذلك مؤخرا منذ يومين فقط خبر إقالة الرئيس لأحد قادة الجيش من رئاسة الحرس الجمهوري ومن ثم وجد قواد القائدة الأسكرية في مدينة كاتي أنهم مستحدفون من قبل الرئيس ومن ثم دبروا هذه الخطة الإنقلابية أو بالأحرى الالتفاف نوءا ما مع المطالب الجماهيرية نعم هذه المطالب الجماهيرية بالفعل سيد جوار المعارضة تطالب منذ أشهر طويلة في احتجاجات متواصلة تكاد تكون يومية هناك بإقالة الرئيس كيتا كيف سيؤثر هذا الانقلاب على المشهد السياسي لأسيما وأن هذه المظاهرات تطالب بالحد من التدخل الفرنسي ومن الوجود العسكري الفرنسي في مالي نعم حقيقة أعتقد بأن من أهم المطالب التي من أجلها خرجت الجماهير منذ ثلاثة أشهر حتى قبل ذلك كان هناك تذمر نوعا ما من تعامل القوات الفرنسية بنصفة للأوداء الأمنية حقيقة فلاحزنا منذ دخول عملية برخان في التنفيذ من خمس سنوات تقريبا وجدنا أنهم في البداية حاولوا السيطرة أو إبعاد الجهاديين أو الإرهابيين من بعض المدن ثم بعد ذلك استقر بهم القرار في مدينة كيدال ومن ثم توقفوا هناك وبدأ للجمهور المالي على أن فرنسا تريد أن تستغل الوضع في مدينة كيدال خاصة وأنها لا تريد أن تفعل شيء بالنسبة لما يحدث في وسط البلاد فهذا من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفجر الوضع ومن ثم أعتقد أن الجيش في هذه المرحلة ستسرع الخطة من أجل الدفع بهذه القوات الفرنسية لكي تساعد أو تقدم لها مرحلة أو خطة معينة لكي تساعدها لكي تنهي هذه الأزمة الأمنية في وسط البلاد وفي شمال البلاد نعم شكرا أشكرك جزيلة شكرا المعذرة على المقاطع سيد حمدي أجوار الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأفريقي كنت معنا من فاريس وصل الرئيس والوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في ثاني زيارة خارجية له بعد زيارته إلى إيران قال بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن الكاظمي سيلتقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين ضمن بحث العلاقات الثرائية وتعزيز التعاون الأمري والاقتصادي والصحي بين البلدين ترجمة نانسي قنقر